بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل يوم البغال حكام العرب يثبتوا انهما خدم وعبيد وعبيد من طراز سيء جدا وخونا ومجرمين وسفلة شوف سيدي من الامور اللي هي ماشية الوقت في الاحداث بالنسبة لي الحرب الفلسطينية ضد الصهينة هل هما ادانوا الصهينة؟ لا طيب هل هما طلبوا وقف المعركة زي ما بيعملوا كل مرة؟ برضو لا وخد بالك مش هيقفوها ومش هيطلبوا بوقف العدوان الاسرائيلي خد بالك انه زي ما قلت لك في القعدة السابقة ان هؤلاء لا يتكلم احد منهم الا بامر الصهينة يعني لما الصهينة يلاقوا نفسه معزين يوقفوا الحرب يدوا اوامر للبغال حكام العرب من تحت التربيزة يقول لهم استرحمونا عشان نوقف الحرب لان هما ما يقدروش يوقف الحرب منهم لنفسهم ويفقدوا ثقة المستوطنين وبالتالي يتركهم المستوطنون ويهربوا ده اللي هيحصل فيعملوا ازاي؟ يبدأ السيسي يتكلم مثلا او يبدأ اي حد من ارامل ترامب يتكلم وبعد كده يقولوا يتيجي بقى الحكومة الاسرائيلية تقول للصهينة ان احنا نفسنا نكمل الحرب لكن ما نقدرش نخسر الحكومات العربية لان هم اللي بيسندونا ولو خسرناهم هيدعموا المقاومة الارهابيين على حد تعبرهم وبالتالي الدنيا تطبق فوق دماغنا بيخشوا من هذا المدخل لكن لما يكون الصهينة عايزين نوقف الحرب يقولوا للسيسي والعالم ديت ايه استرحمونا عشان نوقف الحرب خد بالك ان من ساعة من الحرب الأخرانية اللي اشتغلت لحد الوقت مفيش ولا بغل واحد فيهم ورفع صوته وقال عايزين نوقف الحرب ولا حتى تكلم وقال الأطفال والنساء ولا حتى تكلم وقال مش عارفه الحقيقة قطر هي الدولة اللي ادانت الموضوع ولكن ما بلغتش برضو المبلغ اللي هو في دماغنا فعموما قطر في النهاية دولة صغيرة وكون ان هي تدين الموضوع وتدين العدوان الاسرائيلي ده في حد ذاته شيء كويس الكويت على فكرة برضو ادانت لكن تيجي الامارات سكتة السعودية بتستهبل فيها وكلام عام ومطات وشغل نسوان وبعد كده تيجي طبعا السيسي ده ابن الصهينة ده بيدين الارهاب على طول من وجهة نظره والارهاب هو المسلمين والارهاب هو اهل الحق عند السيسي دي تحطها في دماغك فخد بالك بقى اسوأ حاجة هم عاملينها الوقتي وشوف الوقاحة والنذالة والسفالة والفتنة والخسة وقلب الحقائق شوف بيعملوا ايها ولاي الانذال على مواقع التواصل الاجتماعي فركز معايا عشان الكلام الجاي مهم جدا واوعاتنا مني البغاء الحكام العرب ومخابراتهم وذبابهم الالكتروني يتباكون على الفلسطينية ويقول لك المقاومة ورطت الفلسطينية والمقاومة دخلت في معركة مش محسوبة والمقاومة هي سبب الدمار والخراب والمقاومة هي اللي بدأت المعركة مع اسرائيل والمقاومة هي سبب كل خراب انا والله العظيم اقول لك سبب الخراب الاساسي على دماغنا هم البغاء الحكام العرب احنا شعوب تعوم على خيرات الارض عايشة على ارض تحوي في باطنها خيرات الارض وعايشين على موقع استراتيجي اللي يمتلكوا يحكم العالم لكن مين اللي ضارب الشعوب ومين اللي قمعهم هم البغاء الحكام العرب هم الوقتي بيصوروا وبيشيلوا المقاومة الفلسطينية المسئولية ان هي بدأت حرب غير محسوبة مش عارفهم عارفوا ان هي حرب غير محسوبة ازاي ما انتوا قاعدين لكم 400 الف سنة لا عملتوا حرب محسوبة ولا عملتوا حرب غير محسوبة الله يخرب بيتكم وبيت ابوكم ويخرب بيت الساعة اللي انتوا حكمتونا فيها ويخرب بيت اليوم الاسود اللي احنا شفناكم فيه الذباب الالكتروني اللي شغال مع الكلاب المسعورة مخابرات البغاء الحكام العرب بيشعل منصات التواصل الاجتماعي بفكرة ايه بفكرة ان المقاومة دخلت فيه حرب غير محسوبة وهي السبب فيه الخراب اللي حاصل كأن الدنيا قبل كده كانت عمرانة وكأنه غزة دي كانت سويسرة وكأنه الفلسطينية كانوا عايشين عيشة احسن من الخليج مثلا او عايشين عيشة احسن من سويسرة او كده وبعد ذلك جات المقاومة عملت الحرب والدنيا خربت ده اليوم اربع خمس ستة حروب ودي اقل حرب فيها خسائر للفلسطينية واكبر حرب فيها خسائر للجيش الصهيوني ده الجيش الصهيوني مخسرش الخسائر دي قدام الجيوش العربية مجتمعة والفلسطينية الوقتي نسأل الله ان يرحم شهداء فلسطين ويرحم شهداء المسلمين عموما اللهم امين يا رب لكن انا عايز اقولك الضحايا في صفوف الفلسطينية لأول مرة في التاريخ تكون اقل من من الضحايا في صفوف اسرائيل والأول مرة الفلسطينية يمسكوا عدد هائل من الاصرة والأول مرة الفلسطينية يعملوا هذه الضربة الموجعة للصهيوني وعملين يتباكوا على مين على الضحايا وعلى الشهداء والأمور دي ويحملوا المسئولية للمقاومة الفلسطينية ده اللي هم بيعملوه وكأنهم يعني بغال حكام العرب دول ما عندهمش ضحايا قد في قد اللي في فلسطين ده انت لو جيت لقيت الشباب اللي انتحر في مصر في عهد السيسي في الفترة اللي فاتت دي هتلاقيه قد الضحايا بتوع فلسطين من اول ما من اول امتى من اول يمكن من التمانية واربعين يعني مش عايزة بالغ بس اقولك على الأقل في العشرين سنة اللي فات هتلاقي اللي انتحروا في مصر بس قد الضحايا بتاع فلسطين كلها وهتلاقي المساجين اللي تسجنوا في مصر يمكن مئة الف مثلا ولا كده فلك انت تصور وانت تخيل يعني ابكوا وعليمتوا بتعملوه في بلادكم المهم اللي انا عايز اقولوه لك ان الصورة اللي بيصورها الذباب الالكتروني بتاع مخابرات العرب دي صورة غير حقيقية طيب ايه هي الصورة الحقيقية الصورة الحقيقية هقولك عليها فركز معايا يا ابو الشباب واوعى تنام مني على مواقع التواصل الاجتماعي المخابرات وذبابها الالكتروني بيصوروا الصورة على ان المقاومة الفلسطينية صبحت الصبح كده ما لقيتش حاجة تعملها يعني وحبت تتسلى فراحة اشعلت هذه الحرب الشرسة هكذا يصوروها طيب ده معناه مش هم اللي بدأوا لا هم اللي بدأوا بس هم بدأوا كردة فعل ايه هو الحكاية شوف يا ابو الشباب عشان تعرف الحكاية من البداية ويبقى عندك صورة صحيحة الوقتي الصهينة بيتظهروا امام العالم كله ان هم بيحبوا السلام ومش عايزين مشاكل وكلا دي الصورة الظاهرة ودي صورة كاذبة طبعا لكن هم في الحقيقة بقى على الارض بيعملوا ايه على الارض يا ابو الشباب اول حاجة من صلاطين عصابات بتقتل في الفلسطينية بتاع الداخل وبالتالي لما الفلسطينية بتاع الداخل ده بيلاقي جاره قتل وده بيلاقي ابن عمه قتل وكدا بيقول لك الله خليني امشي من هنا قبل ما يقتلولي عيل من العيال ولا قبل ما يموتوني وكدا وبالطريقة دي بيضغطوا على الفلسطينيين بتوع الداخل الفلسطينيين كمان في كل مكان معرضين للمشاكل يعني ان ما كانوش من كلاب عباس بيبقى من الصهينة بشكل مباشر بيعملوا ايه كمان يا ابو الشباب الصهينة بيجوا على قرية من القرى ويجوا على اول القرية من بعيد ويبدأوا يعملوا للمستوطنين اللي هي زي مش كواخ بقى كواخ بس بشكل حديث يعني عبارة عن فان يعني عبارة عن كونتينر كبير والكونتينر ده بتعيش فيه عائلة وبعد كده يجي كونتينر تاني بعائلة تانية وبعد كده بيبدأوا يعملوها بيوت خشبية وبعد كده بيبدأوا يطوروها شوية وبعد كده يقلبوها مستوطنة ومش سكتين كمان امال ايه اللي بيحصل بيبدأوا يعتدوا على اهل القرية كل شوية يفزعوهم في الليل ويخوفوهم ويطوروا عليهم اللي هي بتاع القنابل الحارقالية زجاجات الملتوف ويفضل ويديقوا فيهم لحد ما اهل القرية يفقدوا الامان ويشعروا انه خلاص مفيش امان فيسيبوا القرية ويمشوا يروح على طول حكومة النتين او اي حكومة هناك كلهم انتان يروحهم طلعين تصريح بعمل مستوطنة في المكان ده والمستوطنات دي غير شرعية حتى من وجهة نظر الامم المتحدة غير شرعية فايه اللي بيحصل بيفضلوهم كده الصهينة يتوسعوا يتوسعوا ويديقوا على ايه ويديقوا على الفلسطينية وبالتالي تزداد الكسافة السكانية في مناطق معينة اللي هي بيكون اكثر امنا للفلسطينية وكده وبعد كده يبدأ الاعتداءات على المسجد الاقصى او اثناء ذلك او حتى قبل ذلك الاعتداء على المسجد الاقصى مستمر باستمرار وعاكة تكون فاهم ان هم بيعتدوا على المسجد عشان هم عايزين يعملوا شعائر او كده لا يا بو الشباب ده هو الاعتداء على المسجد له اهداف كثيرة لها اهداف بعيدة المدى واهداف قصيرة المدى مش عايز اخرج من الموضوع الهدف قصير المدى ان هم لما يعتدوا على المسجد الاقصى بيخلوا المخلصين يطفوا على السطح يعني مين اللي هيتم استفزازه الكل هيستفز لكن بقى فيه الشخص اللي هم بيبحث عنه مين هو الشخص اللي هو لما يستفز يطلع ويتفاعل ويبقى عايز ينتقم وكده دا يمسكوه مباشرة ويروحوا ايه يتخلصوا منه يعني اما اللي فقولوا قضية في السجن اما يقتلوه في اي مواجهة ويخلصوه منه وبالطريقة دي ابو الشباب الحكومات المتتلية بتاع اسرائيل عمالة تقدم وتأخذ في اراضي الفلسطينية ويزحوهم ويديقوا ومش مستكفيين وبعد كده الفلسطينية المظلومين دول بيستغيصوا بيئة المقاومة لان هم عارفين ان عباس مش يعمل لهم حاجة وعارفين ان هم خلاص يعني ان المقاومة مساعدتهمش مش هيتم مساعدتهم تابع علاقة الكلام ده ايه بقى بلنا بالقضية وانه مش المقاومة هي اللي بدأت لكن اللي بدأ مين اللي بدأ هم هي هم الصهينة العلاقة دي ابو الشباب انه الطريقة بتاع الصهينة دي هي مسألة قتل بالبطيء للفلسطينية يعني عايزين يقول لهم حتى لو سكتوا هتموتوا بالبطيء برضو شوية بشوية بهذه الطريقة وبعد كده الجماعة المساكين المظلومين دول المجتمع الدولي ما بيعمل لهم مش حاجة والبغاء الحكام العرب اصلا يريد تسيبوهم في حالهم يعني المفروض الحكام بتوع العرب يأخذوا طمن التطبيع ان هم يحموا نزة كده ولا بياخدوا حاجة خالص لان هم كلاب حراسة هم كلاب صيد وكلاب حراسة ما همش حكام ما لهمش اي كرامة عند الصهينة ولا همش اي خاطر هناك كل الخدمات الاستراتيجية اللي بيأدوها لإسرائيل بيأدوها وهم بيتضربوا بالجزمة وما يقضلوش يفتحوا بقهم ولا يتكلموا امتى يتكلموا بقى لما ييجي فلسطيني يدفع عن نفسه تلاقي بقى ايه البغاء الحكام العرب صلطوا الكلاب المسعورة خليني عشان ما خروجش من الموضوع وارجع اكمل لك ايه القصة فاللي بيحصل يا جماعة هو انه الاعتداءات المتتلية دي بتاعة المستوطنين وبتاعة الجيش الاسرائيلي لان هو اللي بيحميهم والشرطة الاسرائيلية هي اللي بتحمي المستوطنين والمخابرات الصهيونية الداخلية هي اللي بتنظم المستوطنين واحد حتى فضحهم وقال له على بن غفير ده قال له ان كل واحد من المستوطنين بيطلع مع بن غفير في الليلة بياخد ستين دولار على انه هو يطلع يخرب ويكسر ويعمل حاجات زي كده يعني زي البلطجية بتوع السيسي ما يفرقش عنهم حاجة يعني لا معتقد ولا بتاع فالوقتي الفلسطينية استغاسوا بالمقاومة والمقاومة تحذر اسرائيل وتحذر في المجتمع الدولي وتشكي هنا وتشكي هناك واسرائيل طبعا بتدوس على القوانين بتاع القانون الدولي وعلى الامم المتحدة بتدوس بالجسمة على جميع يوم واثنين وشهر واثنين والمدة طالت والظلم طال وكذا وبعدين الحاجات دي بقى اصبح ما قدامشي المقاومة غير حاجة من اتنين يا اما ان هي توقف وتواجه وتوقف دول عند حدهم يا اما ان هي تقبل الموت بالبطيء لها وللفلسطينية وما فيش حل تالت فايه اللي يحصل يا ابو الشباب راحوا طول الفترة اللي فاتوا دول قعدوا يستعدوا وقعدوا يتواصلوا طبعا مع مخابرات خارجية وكذا ومين هيدعمنا ومين كذا ومين المصلحته في نفس مصلحتنا ومين 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 الخلاصة بطريقة او باخرى وصلهم الدعم الكافي والدعم اللازم وراحوا يا ابو الشباب عملوا الهجوم المباغت وخد بالك ان ده اول هجوم حقيقي على اسرائيل من ساعة مجمل الصهينة لسه من قبل الحرب العالمية الاولى كمان يعني من قبل السلطان عبد الحميد من قبل الحرب العالمية الاولى من قبل السلطان عبد الحميد من قبل الحاجات دي كلها ده اول هجوم حقيقي هتقول لي طب ما كان فيه هجوم قبل كده هقولك ولا كان فيه هجوم حقيقي يا ابو الشباب كان الفلسطينية بيعملوا هجوم فعلا لكن كانوا بيتغدروا يعني كان فيه شرفاء من فلسطين عايزين يدفع عن ارضهم لكن يخش الجيش المصري يقول لهم احنا هنجيب لكم سلاح حديث فدونا السلاح التعبان اللي عندكم ده عشان نبدلكم السلاح ياخد منهم السلاح ويروح يمشي وكل جيوش العرب كانت مشى بالطريقة دي يا راجل بريطانيا لما اطمأنت ان جيوش العرب بدأت توصل الى ارض فلسطين البريطانيين انسحبوا ليه البريطانيين انسحبوا لانهم ادركوا انهم العرب او جيوش العرب هتعمل احسن من اللي هيعملوا الانجليز فانسحبوا عشان ما يسقطش منهم قتلة ويحققوا نصر بالمجان عشان ما اخرجش من الموضوع كتير الهجوم اللي حاصل الوقت هذا هو اول هجوم حقيقي على الصهينة وحتى حرب اكتوبر ما كانش هجوم حقيقي ودي بقى عايز اقصى لوحدها انا مش عايز اتوسع عشان عايز اركز وابين لك ايه المكر بتاع المخابرات والزباب الالكتروني بتاع الكلاب المسعورة البغاء الحكام العرب فركز معايا عشان اكمل لك الحكاية المهم ما حصل الهجوم ده يا ابو الشباب وطبعا الهجوم ده لا يخطر على بل اسرائيل ابدا لا من فوق ولا من تحته وفعلا زهول وهم مازالوا عايشين حالة الزهول وده هو اللي خلى ان نتنياهو يعمل حكومة وطنية يعني موسعة مش من المنطق طبعا انه هو يروح يتنازل عن جزء من سلطاته عشان خاطر ايه عشان خاطر عايز يجيب المعارضة يحطها ويشيلها الطينة معاه وما يشيلش الطينة الوحدي ودي علامة كبيرة جدا من علامة هزيمة الصينة ان نتنياهو يتنازل عن جزء كبير من صلاحياته او يتنازل عن جزء كبير من السلطة بحجة ايه بحجة انه ده يعني واجب قومي والمعارضة تيجي تشارك وكذا انت عارف ان نتنياهو لو حاطت في دماغه ان هو هيحقق نصر والله العظيم قناعتي انا انه مستحيل يسمح لحد ان هو يشاركه في هذا النصر ابدا ازاي هو يروح يجيب المعارضة خصومه ويديهم جزء من النصر وجزء من ثمرة النصر ده هو رايح يجيبهم ويحطهم عشان هو عارف ومقتنع ان الدنيا هتخرب وعايز يشيلهم الطينة لوحديهم ان امكن او ان لم او ان ما امكنوش ان هو يشيلهم الطينة لوحديهم يخليهم يشيلوا الطينة مع بعضيهم ونقطة كمان مهمة يا جماعة انه النتن لو هيهدد المعارضة هيقول لهم لو فضحتوني قدام الشعب وعملت علي حملة اعلامية انا هفضحكم وما هعمل عليكم نفس الحملة الاعلامية فمش عايزين نشيطهم بعضينا ويجبرهم على السكوت في لهاية الفيديو اجب لك الخلاصة الوقتي المقاومة الفلسطينية كان قدامها حلين الحل الاول ان هي تعمل المواجهة وتتحمل المسئولية وترضع العدو وده الخيار اللي هي اخترته المواجهة التانية ان هي تعيش زي عباس وزي بغيال عباس وترحل المشاكل للجيل اللي بعديه واحنا ضحايا الجيل اللي قابلينا والجيل اللي قابلينا ضحايا الجيل اللي قابليه والمشكلة لما بتترحل بتكبر والمجتمع بيضعف والعدو قوته بتزيد والفساد في المجتمع بيزيد فالجيل الجديد ما بيبقاش قادر على المقاومة يعني باختصار أنا هقول لك المقاومة الفلسطينية خدت يعني خدت جنب المواجهة وهذا الجنب هي قررت أن هي تواجه مش ترحل المشاكل للأجيال الجاية زي ما البغال حكام العرب بيعملوا كلام ده خلوني أكتافي بهذا القدر والسلام عليكم